فلندا والسويد انضمت بدورهما إلى الولايات المتحدة لمطالبة تركيا بقبول انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن حارس خلال لقاء مشترك مع نظره السويدي طوبياس بيلستروم والفلندي بيكا هافيستوفي واشنطن على تجنب إظهار أي استياء من تركيا التي تتحفظ على انضمام البلدين للحلف وأعرب عن أمله في انضمام السويد وفلندا بحلول فبراير وهو الموعد الذي وعدت فيه المجرى الرافض أيضا لانضمام الدولتين بإعطاء موافقتها وتتمتع كل من السويد وفلندا بعلاقات وثيقة مع الجيوش الغربية إنما لم تصل تاريخيا إلى حد الدخول في تحالفات مفتوحة خوفا من إغضاب روسيا المجاورة وبدل البلدان موقفهما المتردد بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي سعت بدورها منذ سنوات للانضمام بدون نتيجة إلى الحلف الذي يلتزم الدفاع المتبادل عن جميع أعضائه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر